بعد ما كلمني كلموني في مسلسل الجريح يعني يومين من بعد زادوا كلموني تأولاد الحلال وعطوني دور اللي هو اللي هو زوجة مصطفى العريبي اللي تمثل اليوم إيمان نوان ماليكة نحييها ماليكة ندار ضجاف في الغزو السوسيو دورة تحها دار ضجاف كلمة كلمة واطلي اللي كنت قريت السيناريو شوي ما عطونيش كام السيناريو لكن قريته شوي ومعد اضطريت أني مع الأخير اضطريت أني هما دماندوا الإكسكليزيفتي حقريا والحلال دماندوا الإكسكليزيفتي وقل هذي بين قوسين نقول باللي الإكسكليزيفتي سو باي مش إنسان يجي يقول لك واحد نسحقك غليا الإكسكليزيفتي سو باي محنا كلنا نقصدوك ما عطونيش ما عطونيش ما عطونيش نسحقك غليا ما عطونيش ما عطونيش حسيت بلسان غول دو كموزيسيون نحن تعب فيه يعني الأخير ستان غول كاغي قريتنا يا سيناريو يعني يعني فامو فوايي وكامل يتبع الغزانات وكامل يعني أحترم هند الدورة وكان يعني ما كان دورها كان مختلف على كل أدوات سابقة ثم المسلسلات ومتكي أخوى المسلسلات يتبعني وشكيف كيف أنا قلت لك اضطريت أني لأنه خيارت الدور اللي حبيت نشوف روحي فيه يمد لك يمد لك أم بلوس يمد لك أنا أنا كوميديان أنا 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 سمحني سليم اليوم ندمتي لو كان ما تقوليش ندمت لو كان نشاركي بالحلال لا لا ندمت للا جوري أمي لو كان مديرو شفين أفس اللي لا 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 لا